صحيحكم وتقدم برنامجها لأسبوع الكاميرا في ملعب صحيحكم وتقدم برنامجها للمتعة متفاجرين لها طعمة لا معنامجها لها نجوم منتخبنا القومي الأول هذا المهم ونسألك كيف يتم إمراه في قيمة القيمة أعودين أن أقول كيف تحقق هذا الفوز والانتصار منه بتنظره في هذه اللحظات يمكن أن نساعد الوقت 12 إلى 10 فأنا عزاء من أستاذ القاهرة تابع لكم وحتى نلقاكم لكم أجمل تحية أسرة الكاميرا كمالا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى بصوا أنا بتفرج دلوقتي عارف أنا متخيل أنت حضرية كنت بتتفرج كمان معايا رجعت كم سنة الوراء رجعت وعشت أيام سعيدة قدية بالأساطير دي بالأسماء دي ببرنامج أصلا الكاميرا في الملعب اللي إحنا كنا منستنى بالليل عشان نشوف مرخصات مطشط وأهداف ونشوف لقاءات مع أساطير كرة القدم المصرية في الإعلام الرياضي تحديدا في نموذج تقريبا يعني كلنا مشينا عليه اللي هو النموذج بتاع الكاميرا في الملعب إزاي تعرف تعمل خبر إزاي تعمل محتوى إزاي تحل المباريات إزاي ودي أهم إزاي تنبذ التعصب إزاي تقدم صورة محترمة إزاي ما يبقاش عندك أهداف بين قوسين كده وراء المايك اللي هو وقع فلان ولا خلي فلان يهاجم فلان ولا نعمل مشكلة ولا أزمة آه كان فيه سعي دايما إن إحنا نجيب خبر آه كان فيه سعي دايما إن إحنا نخش في مشاعر الراجل اللي إحنا بنعمل معاه اللقاء ونشوفه متعصب مبسوط وكان فيه سبق طول الوقت السبق ده كان شخص بيسابق نفسه كان وقتها شخص واحد هو اللي بيسابق نفسه هو الإعلامي الكبير أستاذ حازم شناوي اللي أنا بقى تشرف وسعيد وفخور وفرحان إن أنا معه مقدم واحد من أعظم البرامج الرياضية العربية بيش بس المصرية برنامج الكاميرا في الملعب يا فندم مشرف ومنور حقيقي سعيد بتواجدك ربنا خليك كابتن كريم الأول أنا بشكرك يعني على كل المقدمة الحلوة اللي أنت قلتها وعايز أقول إنه يعني رجعتني سنين كده فلاشباك زي ما بيتقال في السينما لرحلة طويلة وكنت عايز أقولك برضو فيها بمناسبة إنه لأ للتعصب كان في برنامجي إنه كان السؤال الدارج دايما بتشجع إيه يا كابتن تمام أهلاوي مش بتشجع إيه أهلاوي ولا زمالكاوي دايما وإنت حتى تلاقي نفسك ماشي في الشارع أو في المدرجات هؤلاء الكابتن حازم أهلاوي ولا زمالكاوي تمام أهلاوي ولا زمالكاوي أه كان ده السؤال دايما يقول أهلاوي ولا زمالكاوي فكان إجابتي دايما محددة وكانت ولزالت أقول له إيه أنا الشناوي بشجع إيه بشجع اللعبة الحلوة ولو والدي بيلعب في المتش وحقدر آخذ منه سبق يفيد الناس حنقله فمليش دعوه بقى إيه أهلاوي ولا زمالكاوي آه مش فارق معاك مش فارق معاك أنا أنا مصلحة الأولى والأخيرة هي شغلي واللي هقدمه للناس تمام وليه وقع يا كابتن كريم وإن أسفح ندخلنا كده على طول لا بالعكس ده بالعكس بعد ما يعني فرصة أنت عملت لي إطلالة ومن مسبيره يعني من بيتي يعني لجمهوري كتير في في ماتشاط الأهل والزمالك تحديدا كل سنة الناس بتستنى ماتش الأهل والزمالك الأهلوية والزمالكاوية ومدعبات بينهم وساعات التعصب ياخدهم في سكك تانية صحيح هنكسب لأ هنبهد اللي هنعمل وبيبقوا فرحانين مستنين اليوم إلا واحد بس في اعتقادي يعني كان حزمش ليه أنا كان اليوم ده أكد أكون عايز أروح لإيه أغصائي نفسي أقول له هديني أو خرجني من المود يعني بتاع التوتر سببه إيه متوتر ليه بقى أم متوتر أم أنت خبرات عظيمة حتى بوقتها كان عندك خبرات عظيمة فخلاص أقال ليه زمك ده ماتش عادي جدا شوف بقى محسوب عليك يا كابتن كريم لو أنت نزلت الملعب أول ما تنزل الملعب ومعاك أنا بنصور عمليات الإحماء قبل المباراة فمعايا مدير التصوير الكاميرا ما فهو شايل الكاميرا وأنا هو بس اللي مسموح لنا ينزل الملعب فما بينزل أنا معايا المايك وهو فهو بصص للكدر طب مثلا الزملك نزل أول هو عايز ينزل أقول له لا استنى ما الأهل ينزل تمام لازم الفرقة لأنه الجمهور حيحسب عليك يقولك إيه تجيبت الزمك الأول هاش النوى يا زملكاوي تمام صح لو حصل العكس طيب طب يجي الفرقتين نزله طب يلا ننزل لو خد خطوة ننزل على خط النص بالضبط زي الحكام ايوه لو هو مش أخد باله لو حط رجله ناحية النجيلة في النص ملعب مثلا الأهلي أقول له اعدل رجلك خليك في النص خد بالزوم بتاعك يمين وخد شمال تمام وإنت الحكم بالنسبالك الجمهور في أرض الملعب هو الجمهور سوشال ميديا وحاجات كده تمام وبعدين يا كابتن كريم في يوم بقى في لقاء أهل وزمالك في استادك كلها الحربية انت بتحترف اليوم ده كمان انت هتلبس ايه ما انت تخاف حاجة يكون فيها أحمر طب بقيت انت أهلاوي فيها أبيض بقيت انت زمالك طبعا في البرج ولسه رايح على الأستاد قابلوني مجموعة مجموعة شباب وبعدين فقالولي يا زي كابتن واعرفش ايه وحنعمليها كابتن نهاردة وبعدين رحوا مفاجئيني بقى السؤال انت بتخاف منه أهلا ولا زمالكا وكابتن فبقولت لهم يا جماعة أنا شناوي أنا ايه زي أنا بلعب لإسمي زي الحكم أنا بلعب لإسمي زي الحكم بزبط حتى أنا هوق لابي سيسوده هوق زي الحكم بزبط أبواحد منهم ردوا قال لي تلابي سيسود دا احنا هنخلي نهار أهلك يسود النهاردة على أساس انهو عارف انت يعني هو بيصنفك زي ملكوا اهلاو من دماغه برحته فقلت له طب انت تعرف قال لي ايه وانعارف قلت له طب خلاص يا عم قدام انت عارف بتسألني نيه وخدت بعضي ومشيت فانا ايه من اللحظة دي بقى اليوم دا هو يوم توتر بالنسبة لي ان انت مش عارف حترضي مين